اهلا بكم من جديد تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان الشروع في توزيع وحدات المرحلة الأولى لمشروع إسكان ضاحية الرملي وقال المهندس الحمر أن تسليم وحدات المشروع يأتي ضمن مشاريع مدن البحرين الجديدة وذلك بعد أن تم افتتاح مشاريع مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وتسكين المواطنين في تلك المدن الجديدة مشيرا إلى أن تلك الخطوة توضاف إلى إنجازات الحكومة الموقرة الرامية إلى تنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ببناء 40 ألف وحدة سكنية شهدت مسابقة الأعمال الشبابية مشروعي والتي ينظمها صندوق العمل تمكين إقبالا ملحوظا خلال هذا العام حيث سجل في المسابقة ضمن نسختها السادسة أكثر من 185 فريقا وقد أعلنت لجنة التقييم للمسابقة مؤخرا عن اختيار 132 فريقا مؤهلا بحسب شروط ومعايير المسابقة وذلك للانضمام إلى البرنامج الشامل المصمم لتحويل أفكارهم التجارية إلى مشاريع ريادية ناجحة في مجال ريادة الأعمال وأكد الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أنهم يهدفون من خلال هذه المبادرة السنوية إلى استمرار تشجيع وتوجيه فرص الدعم المتاحة أمام رواد الأعمال في مملكة البحرين فضلا عن تعزيز فرص الاستفادة من القطاعات الاقتصادية الحيوية أعلن بنك سيكو المرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي عن نتائجه الموحدة للربع الأخير من العام والسنة الكاملة المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر عام 2019 وقد حقق البنك ارتفاعا في صاف الأرباح الموحدة للعام بنسبة 63% لتبلغ 6 ملايين دينار لعام 2019 مقارنة مع 3 ملايين و700 ألف دينار في نهاية عام 2018 وتعليقا على أداء سيكو خلال عام 2019 قال الشيخ عبدالله بن خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة سيكو إن سيكو نجحت في ترسيخ مكانتها الرائدة في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية في منطقة الخليج حيث توفر مجموعة واسعة من الخدمات والاستشارات التي تتيح لعملائها الاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام باللون الأحمر على تراجع نسبته 18 من 100% مغلقا التداولات عند مستوى 1637 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3.253.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 741.000 دينار تم تنفيذها من خلال 69 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7556 نقطة بارتفاعا بنسبة 2.82% لتكون الرابحة الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4763 نقطة بارتفاعا بنسبة 0.84% أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2536 نقطة بارتفاعا بنسبة 2.54% قدمت وزارة الاستثمار السعودية الترخيص التجاري لشركة هايبر لوب وون على هامش منتدى الأعمال السعودي الأمريكي الذي عقد في واشنطن وأكد الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في الشركة على سهولة استصدار الترخيص بالإضافة إلى أهميته وشدد كذلك على خطط الشركة في التوسع في المملكة حيث من المتوقع أن تتصدر السعودية طالعة الدول لتطوير نظام السفر فائق السرعة نقل عبدالهادي محفوظ رئيس المجلس الوطني للأعلان في لبنان عن رئيس الوزراء حسان دياب قوله أن قرارا نهائيا بشأن السندات الدولية مستحقة السداد هذا العام سيبتخذ خلال يومي الجمعة أو السبت المقبلين وقال محفوظ أنه سيتم إعلان القرار هذا الأسبوع فيما يتعلق بسندات لبنان الدولية التي تتضمن إصدارا بقيمة مليار ومئتي مليون دولار يحين موعد استحقاقه في التاسع من مارس الجاري وإصدارات أخرى مستحقة في أبريل ويونيو المقبلين ويتوقع كثير من المحللين أن يعيد لبنان هيكلة السندات السيادية بعد أزمة اقتصادية استفحلت العام الماضي مع تباطئ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة في البلاد بسبب الفساد وسوء الإدارة النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل أثرياء العالم يخسرون أموال طائلة نتيجة الانتشار فيروس كورونا قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الحكومة مستعدة لتراجع اقتصادي محتمل بسبب تفشي فيروس كورونا لكن أسس الاقتصاد قوية وأضاف أنه لا شك أن شيئا مثل وباء واسع ستكون له كل أنواع العواقب وهناك دائما احتمال لتراجع اقتصادي أيضا وذلك يحدث حول العالم وأنهم مستعدون لذلك وسجلت المملكة المتحدة حتى الآن أربعين حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وحذر بوريس جونسون من أنه قد تحدث زيادة كبيرة وفي السياق ذاته قالت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن البنك مستعد لاتخاذ إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف لمكافحة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا وقالت لاغارد في بيان إن تفشي فيروس كورونا وضع سريع التطور وهو ما يثير مخاطر على الأفاق الاقتصادية وعمل الأسواق المالية وأضافت أن البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب التطورات وتأثيراتها على الاقتصاد وأنهم جاهزون لاتخاذ إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف بما تمليه الضرورة قال صندوق النقد الدولي إنه يقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة لبلدانه الأعضاء التي تواجه احتياجات تمويلية آنية من جراء وقوع كوارثة في مجال الصحة العامة وأضاف الصندوق في بيان أن لديه أدوات رئيسة لمساعدة البلدان وهي التمويل الطارئ الذي يتضمن التسهيل الاعتماني السريع وأداة التمويل السريع بهدف تقديم مساعدات مالية طارئة للبلدان الأعضاء دون الحاجة إلى وجود برنامج كامل مع البلد العضو بالإضافة إلى القروض السريعة والتمويلات الإضافية والمنح والتمويلات الجديدة والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النصف والمعادن الرئيسية خسر أثرياء العالم أكثر من 440 مليار دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع الخسائر الحادة في أسواق الأسهم العالمية بسبب الضعر وسيطرة الرعب على المستثمرين من انتشار فيروس كورونا وتصدر قائمة مليارديرات العالم الخاسرين خلال تعاملات الأسبوع الماضي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون وذلك مع تراجع ثروته بنحو 11 ملياراً وتسعمائة مليون دولار كما فقد الملياردير بيل جيتس الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت نحو 10 مليارات دولار أيضاً وتراجعت ثروة الملياردير بيرنارد أرنو رئيس مجلس إدارة ديور حوالي 9 مليارات و100 مليون دولار ترجمة نانسي قنقر